بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا مفيش أعز علينا من أن احنا نبني والبنى ده ربنا سبحانه وتعالى بيبركه وكمان بيساعد عليه لأن الله سبحانه وتعالى بنى السماوات والأرض وكمان بنى الإنسان وعشان كده احنا ماشيين في مدد ربنا لما قررنا أن احنا نبني نبني مش نبني مستقبالنا هو نبني أن احنا نرى مدد ربنا سبحانه وتعالى لينا عشان تبقى حياتنا مليئة بالنور ومليئة من المدد ومليئة بالجمال قررنا أن احنا نبني نبني مين؟ نبني الأجيال القادمة أولادنا ومقررين احنا نمشي مع بعض طول الوقت ده ونمشي مع الوقت مش بس واحنا بنبني دايما نقول فقط نتكلم في عالم الأحلام لكن كمان نتكلم في عالم الواقع والواقع فيه جملة من الأشياء لابد أن احنا نعترف أن احنا محتاجين نتعامل معها أنا شفت حوار ما بين اتنين أب وابنه هو قاعد الابن بيتكلم طول الوقت بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الأفلام المليئة بالرعب الأفلام المليئة بالغم سعد بيتكلم على الحاجات اللي تعلق بورق الطبيعة فأبوه بيقوله أنا مش قادر أشوف ده وأمه مش قادرة تشوف ده فهو بيقوله ما تجرب ما تجرب تشوف ده فهو بيقوله يا أخي أنا مش عارف أنتوا بتتفرجوا على ده إزاي أنتوا بيجيو لكم يعني بيجيو لكم قلب تشوفوا كم الدم وكم ما عرفش إيه ده أنتوا ليه بقيتوا ميالين لده فهو جاي بيقوله ده حاجة كده بنشوفها كده لأن هي وكأن الولد عايز يقول لأبوه إحنا تصورنا عن الحياة أن الحياة مليانة لكلام ده حتى لو ما كانش دم حقيقي ولكن مليان بالشعور بتاع الغابة ده الحقيقة أن فيه اختلاف ما بين لغة الأباء والأبناء في كل حاجة مش عايز أقوله أن فيه قطيعة ما بين الاثنين بس فيه اختلاف وإحنا حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا حاجة مهمة أوي بتفتح لنا باب في الحتة اللي إحنا بنتكلم فيها دي وإحنا بنبني مع أولادنا لأن ده معوق أساسي يمكن على فكرة ما بيبتديش البناء طول ما المعوق ده موجود لما الأب بيحاول يبني مع أولاده ممكن معوق اختلاف اللغة بينهم ينهي محاولة البناء تماما لأن البناء بيتبني بالأساس على التواصل ولو فقدوا الاثنين التواصل خلاص لو الأب نظر لابنه أن هو والعياذ بالله شخص ضايع ولو الابن بس الأبوه أنه هو شخص ما عندهوش غير الأحكام خلاص التواصل من قطع ولذلك دايما الأولاد بيقولوا لأبوهم أنا بقول لكم مصطلحات بيقولها الأولاد وخاصة لو بنكلم عن مراهقين أو بنكلم عن يقولوا بلاش تججي على الناس بلاش تحكم على الناس والأب في الحقيقة هو بيمارس إيه؟ بيمارس تعليم الابن الوقاية من أنه يقع في أخطاء أو يقع في براس استغلال الآخرين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق مين يا رسول الله؟ مين أحاسن الناس أخلاقا؟ فيهم ثلاث صفات الموطؤون أكنافة الذين يألفون ويؤلفون يبقى أكتر الناس اللي بيعيشوا في محاسن الأخلاق هم الناس اللي فيهم الثلاث صفات دورة إن هم موطؤون أكنافة ويألفون ليألفون الناس ويألفهم الناس يبقى أولى الناس بمحاسن الأخلاق هم أهل بيتنا لأن الرسول الله عليه وسلم قال إن احنا نبدأ بما نعود لكن احنا عندنا عائق كبير جدا جدا من عائق التألف داخل البيت وإن احنا مش قادرين نفهم بعض خاصة ما بين الأباء والأولاد أنا أقصد الأباء يعني الأمهات والأباء مش الأباء بس الأمة الأباء فقط حياتنا تغيرت يا سادة حياتنا تغيرت وأصبحت عندنا مشكلة كبيرة بعد ثورة الاتصالات وثورة الموصلات عارفين إيه المشكلة؟ إن احنا عندنا متغيرات كتير وتغيرات قليل فخلت الحياة أسرع بكتير عند أبنائنا وخليها أكثر تحديات عندهم وعشان كده بقى الاتضغط عندهم موجود في كل مراحل حياتهم حتى عند الأولاد في الابتدائية ففي فجوة حياتية ما بين الأباء والأبناء لابد إن احنا نعترف ادعاء إن الفجوة دي مش موجودة ده مش هيحل ولا عيساعدنا في البناء وعشان كده لازم نلاحظ الفجوة الحياتية دي ونعرف هي فين شوف معنى الصداقة اللي تحول إلى الصداقة الإلكترونية ومعنى الحوار والنقاش اللي تحول إلى الكومنت يبقى احنا ببساطة خالص محتاجين نقر إن فيه فجوة هنتعامل مع الفجوة دي إزاي وإزاي هنتعامل إزاي هنحاول نضع لها بعض المقترحات وبعض الحلول ده اللي هنشوفه لما نكمل كلامنا بعد الفاصل وكمان هنكمل ونسمع أسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ورجعين ومعنا الكلام عن الفجوة اللي ما بين لغة الأباء ولغة الأبناء اللي احنا لحظناها وشوفناها في حيات كتيرة في معنى الصداقة اللي تحولت إلى الصداقة الإلكترونية وبقت عن طريق الأدد مش عن طريق العشرة وكمان بقى معنا الحوار والنقاش عندنا عن طريق الكومنت مش عن طريق الحوار اللي احنا بناخد فيه وندي والأفكار بتتلاقع الحقيقة إن ده عمل مؤثرات جديدة على حياتنا وخلى الحياة الجديدة دي حياة تفاصيلها في بعض الأحيان لازم يعترف الأباء إنهم مش عارفين تفاصيل كتير في هذه الحياة والأبناء وكأنهم بيتكلموا لغة تانية خالص كأن الأبناء بيتكلموا لغة عندي وحد تاني بيتغلم لغة صيني فالتنين مش فاهمين خالص لغات بعض الفجوة دي خلت الأباء بيتكلموا بلغة مختلفة كتير والأبناء بيتكلموا بلغة مختلفة كتير مش بس إن إحنا بنسمع إيه ودولا بيسمعوا إيه ولكن المسألة أبعد كده بكتير المفردات الأحاسيس نفسها اتغيرت فلازم نعرف إن التغيير مستمر خل حياة أولادنا بثورة الاتصالات والمواصلات ومسألة التكنولوجيا خلت حياتهم أسرع فما بقاش عنده الإحساس إنه هو ممكن يشوف الحاجة مرة واثنين وثلاثة بدلا هو شوفها خلاص انتهت ولذلك إيه اللي حاصل لازم نعرف إن ربنا كان مشير لنا ده لما قال كل يوم إنهما في شأن فالتغييرات دي وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فحصل تغيير لازم نعترف إنه حصل تغيير فتربى أولادنا على المشاهد مش على الصورة الكاملة ده مش زم فيهم ده وصف الحياتهم فحياتهم بقت أسرع جدا ففي خلاف البيئة اللي تربى فيها الأبناء عن البيئة اللي تربى فيها الأولاد فلغة الأباء بيفهمها الأبناء إن هي مقاومة للتغيير آه للأب لما يتكلم آه بيقاوم التغيير لكنهم في الحقيقة بيحتاجوا لشوية وقت أطود نسبيا عن الأولاد فييجي الولد هو لما يتكلم فالأب يقول له طب نفكر يحس إنه راجل بإماله ومش عايز يتغير له ومع إني ده بيخليهم أكثر إحساسا بإنهم مختلفين تماما تعالوا نمشي خطوة كمان مع الأولاد ونشوف الأولاد ما لهم بيحسوا إن أباءهم تقليديين وهم ناس بيتكلموا بلغة تحتاج إلى إن الأباء والأمهات يفهموا شويتين ثلاثة مفردات جيل زي هذا جيل مختلف وفي بعض الأحيان بيخلي الأباء بيحسوا إن الأولاد بيكلموهم بنبر التعالي أنتم مش فاهمين زينا فيعتبر الأباء إن ده تنوع من أنواع السب وإحساسهم بالصغار فيقللوا كلامهم مع أولادهم مع أن أولادهم بيقولوا لهم إيه؟ بيقولوا لهم ما تجوا تفكروا معنا بنفس طريقة تفكيرنا بنفس طريقة ما إحنا نتكلم به ويفضل المسألة كده هو ويفضل بيننا فجوة حققية والإمفتاح الواسع اللي حصل مع جيل زي على العالم كله عن طريق السوشيال ميديا ده خلاهم حسوا بنسبية عالية تلاقي أكتر حاجة عند الأولاد في هذا الجيل وجيل الألفية تلاقي أكتر حاجة عنده إيه؟ إنه حاسس بإنه كل حاجة نسبية طبعاً الأباء والأمهات عندهم الحاجات كتير منها حاجات مطلقة مش نسبية كمان زادت الفردانية لما يجي يكلموا عن العيلة والأسرة يقولوا آه إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة لأنه أنا قاعد في قاعد لوحدة وقافل على نفس الباب ما دي خصوصية فبقى مفهوم الانتماء أمام مفهوم الخصوصية عراق الفردانية أمام الانتماء قضايا كتيرة جداً 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 بتحصل لما بيننا ما أظنش إن إحنا متصورين نحن نخلصها في حلقة النهاردة لكن لازم نتكلم إن العلاقات الاجتماعية تغيرت تغيراً شديداً ما بين الطرفين العلاقات بقت منغلقة عند الأولاد صحيح هي كتير بس منغلقة منغلقة مدارها الذات لكن عند الأباء والأمهات والجيل اللي سابق كانت علاقات منفتحة ممتدة ممتدة يعني إيه؟ في الأسرة منتمية للعيلة منتمية للعيلة الأكبر حالة كبيرة كتاً الأولاد ما بقاش عندهم طقطان لده حتى وهم صغيرين في الابتدائي فلزاك إيه حصل؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخش عليكم ولكن أخش عليكم أن تفتح عليكم زهرة الدنيا الانفتاح ده مع العولمة كنا لازم ندرس أثار العولمة بشكل صحيح على الجانب التربوي طبعا نعمل إيه؟ هنقول شوية إجراءات خفيفة في الجزء اللي إحنا فيه ده لكن أوعدكم أن ده ملف هننتكلم فيه كتير جداً 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 لأن في الحقيقة الملف ده مليان بالقضايا اللي محتاجة نقف عندها قضية قضية زي قضية إيه مثلاً؟ قضية مهمة جداً 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 لما نسمع قضية زي قضية مثلاً مش بس التواصل لكن قضية زي قضية القيم وجه الأخلاق ومسألة العدالة قضية العدالة عند الأولاد قضية مختلفة عن العدالة اللي إحنا نتكلم عنها قضية السواسية قضية التمييز قضية التنمو كل ده قضايا كتيرة جداً جداً محتاجين نتكلم عنها إحنا نقول شوية إجراءات نحاول بها نعمل جسر لغاية ما نلقاكم مرة تانية نتكلم في ده أول حاجة تعملوها مع الأولاد عشان تبني بينهم جس لازم يحصل حاجة اسمها القبول المتبادل تقول لأولادك أن أنت قابلهم زي ما هم كده وهم كمان وهم يفهموا اللغة دي على فكرة مش هيداقوا خالص مش هيعتبروا أن فيه مشكلة هو هيقول لك أنا قابلك بدا قابلك بالمكلسوم قابلك بالفيروس وهو كمان قابله بالأغاني الجديدة دي هو لازم يحصل قبول لأنه هو في الحقيقة أنا يقول لك أنا مش عارف أنتوا بتستطيعوا بتسمعوا الحاجة سواء في الإنشاد أو في الغناء تسمعوا بتكرر ثلاثة أربع مرات خمس مرات ليه وإيه يعني لم هو يكرره مرة تانية إيه اللي حصل ما نسمعته مرة وخلصنا وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضع إيديه على سيدنا الحسن يقول إن ابني هذا سيد شوف القبول وبستين فاطمة يوصل بيها أنه هو يلقبها بأم أبيها فلما يحصل القبول ده بيعمل إيه وهي لما كانت سيدة فاطمة تيجي يفرش لها ثوبة فلما يحصل القبول ده بيفتح القبول القلوب يبقى القبول يفتح القلوب إحنا عايزين نفتح قلوب أولادنا يبقى البيوت محتاجة لهذا الجهد اللي هو جهد إيه جهد القبول المتبادل دي أول حاجة الحاجة التانية ما تستخفوش بدأ ده حاجة في غاية الأهمية الحاجة التانية الحضور خلينا حضرين ومركزين لما بنكون موسط أولادنا الأولاد في بعض الأحيان بيبقوا شايفيننا هو إحنا مركزين وإحنا مركزين وإحنا مش مركزين فلازم نبقى حضرين ومخصص لهم وقت ويهريت الوقت ده ويبقى فيه سماع أكتر من الكلام وليت لما تتكلموا اطرحوا عليهم اطرحوا عليهم أسئلة وخليهم يتكلموا عن أفكارهم يعرضوها لما يعرضوا أفكارهم ويحسوا أنه بتبصوا لأفكارهم على أن فيها قيم إضافية أنا أظن هم يختلف تماما معهم يبقى أول حاجة القبول المتبادل تاني حاجة الحضور تالت حاجة بقى وده مهم جدا حسن التعبير والإبداع في التواصل ما نخليش التواصل بتاعنا تواصل جاف ما فيهوش إبداع حاول تعمل كده حاجات الأولاد يقول يا سلام يا سيدي على التعبير بتاع حضرتك ده يا سلام على التعبير ده أن أنت استخدمت فيه بقى التعبيرات اللي هم بيستخدموها اللي هي تعبيرات ما فيهاش بعد عن القيم بتاعتك لكن في نفس الوقت أنت حاسس أن أنت معهم وزيك التعبير كل ما كان حسن كل ما كان فيه إبداع كل ما فيه قبوله عند الأولاد الحاجة الرابعة المهمة جدا جدا مشاركة في التعلم المتبادل تعالوا نتبادل التعلم هم يعلمونا التكنولوجيا وإحنا نعلمهم شوية عن الرموز الثقافية اللي كانت بتعمل حاجات لطيفة واللي عملوا في حياتنا حاجة أضافوا إلى حياتنا قيم إضافية نتبادل المعرفة هو أن يضيهم شيء من الثقافة هم يضيهم شيء من التكنولوجيا بس بشكل مختصر بلاش الإطالة اللي احنا متعودين عليها الكبار اللي احنا متعودين دايما نقول مقدمة وبعد المقدمة نقول الفكرة لا ندخل في الفكرة مباشرة لو عملنا كده أولادنا يحسوا بأن التبادل شغال وبيعطيهم قيم إضافية آخر حاجة أنا بقول لكم حاجة لها أثر عجيب في إزالة الفجوة كلموا أولادكم وخلوا البيوت تتميلي بالكلام عن حضرة النبي ومحبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقوا قلوب تلين وتلاقوا كمان لدينا احنا الاتنين مركز نقدر نرجع له وهو جمال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والجميل ده لازم نعمل به شكل صحيح ونقدر نتعامل به مع كل هذا الكلام يا سادة احنا قلنا رشدة خفيفة كده ممكن نستخدمها عشان نقدر نوصل للتواصل الإيجابي مع أولادنا ونحس بعد ذلك أن احنا قادرين نوصل للغة مشتركة هذه اللغة المشتركة مركزها يكون حضرة النبي اللي احنا حاضرين دلوقتي في موسم المحبة وفي توقيت إظهار الشوق والجمال لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا رب تم معلينا أفرحنا بحضرة النبي وجعلنا دايما فرحانين ووجعل حياتنا كلها وراء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتفتحها على الجمال والرحمة والخير يا سادة صفحاتنا صفحة بالنمج ولا تعسروا اللي بدنا نتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونفضل مع بعض دايما في مجالس النور ونفضل دايما قلوبنا مليانا سرور تعالوا نتلقى أول سؤال عندنا النهاردة وعندنا السؤال الأول من مين أستاذة مريم أستاذة مونة تتفضل إزايك يا أستاذة مونة إزايك يا مسيح عني سؤالين بسرعة بس لو سمحت اتفضلي أول سؤال أنا كنت عاملة جمعية فحناتي كانت دخلة فيها بس كانت أيلاني ما تقوليش لحد إنها دخلة معيك ولا ابني ولا أي حاج ابناء اللي هو جوزك يعني أو طي فالممي إحنا قاعدين في إجار أنا وزي طي فكان مزنوق في الشهر اللي هي أصلاً كان اسمعها هي هتقبضه طي فبتاع الإيجار كان عايز للشهر هو معه أنا قلت له خد الفلوس بي اتفحها بس ما قلت لهوش إنها بتاعتهم مو تهياني قبل يوم عشرة طي الموم إنها حصل معه اتفحها معا الظروف ما تدهنيش قبل يوم عشرة فكان معا مكنة حسنا فهو راح باع المكنة عشان خاطر يديني الفلوس طي هي كانت كل شوية تقولي أنا مش بقول لها ابن إخده ودفع والإيجار قالت لأ أنا ابني أنا مش عايزة ادي له فلوس فيه السؤال يا مونة السؤال اننا دلوقتي باعت مكنات وهو عمال يتحذب علي يقول لي حذب絨 الله نعمل واختي فيك عشان انت السبب ان ينشي خلصينا بيع المكنات طيب بعدين انت سؤالك بقى الحسبانة بتاعته دي هتتعبك وتعملك مشاكل في حياتك ولا لأ هل انا اقوله نجي فلوس امه انت اللي هي السبب في بيع المكنات ولا ما اقولهوش ما تقولهوش طبعا اصله هو عمال يقول ان الفلوس ده بتاع ما تقولهوش طبعا ما تقولهوش طبعا لأن في الحقيقة ده سرها اللي مش قادر يشير سر يقول لواحد يعفيني منه المجالس بالأمانات هي قالتلك وأمنتك خلاص فهو فكر أن الفلوس بتقعد ولو برضو ولو برضو قولوا له الفلوس دي متسلفاها وانت فعلا استلفتها من فلوس أمه قولوا له الفلوس دي أنا كنت متسلفاها لكن ما تقولهوش أن الفلوس دي فلوس أمه القيم والأخلاق بتقول كده يا بنتي ما حاس أن الأخلاق بتقول كده قدي الأمانة لمن اقتمنك ولا تخل من خانك هي أمنتك بأمانة عليك أن أنت تتحمل الأمانة دي يا مونة ولما هتعملي كده هتلاقي باركة في حياتك إنما أنت تنقذ نفسك وتبوز العلاقة ما بين الأم خلاص هتكده البوز العلاقة ما بينك من مين أنت لو فضلت سابت على اللي أنت هتعملي دي والدته هتحبك جدا 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 لكن نفترض أن أنت قلتينه بازلت علاقته بأمه وفي نفس الوقت بازلت علاقة أمه بيك وفي نفس الوقت أنت أصلا بازلت علاقة جوزك خلاص متدايق منك لأنه كده عايقلك برضه وانت خبيتي علي يا ليه خليكي زي ما أنت كده وقولوا له والله الفلوس ما بتاعتي وانت صادقة في ده وقولوا له الفلوس تتسلفتها لكن ما تفشيش سر أمه اللي هي استأمنتك عليه نعم أستاذ محمد من المنوفية تفضل أستاذ محمود من المنوفية أنا مسأل مع حضرتك وفضلت الدكتور الله يعزك وسلم وأتشرف أن أنا أتواصل مع حضرتك على راسي والحقيقة أنا مشكلتي باختصار طبعا وعد يعني في سن دلوقتي معيش ومعي زوجة دائمة الخلاف معي والحقيقة أنا لدرجة أنها تسرني أن أنا ممكن قائدي طول أو كده وأنا مش عايزة أصلي الحالة دي أبدا بالسن ده وهي مش مقدرة طبعا ظروف أن أنا عندي كمان أولاد تانيين كبار في بلد تانية وممتوفية كانت زوجة هي كانت مطلقة وتوفيت والحقيقة دائمة الخلاف وأنا عايزة أطلقها فعلا لأنه لا يمكن لوحد في السن ده يكمل الحياة بالطريقة دي مهما كانت النتائج هي بقى المشكلة في مساومات مادية أكل الشقة دي أنا عندي أكتر ممكاني الحمد لله لأ أنا أخذ الشقة دي لأ أنت تاخد دي وهو كل يومين مجهودي وتعلي طبعا أنا عندي ولد منها أنا ما أدرش يعني أنا بسكت معلش يا سيد حمود أنه بس عندي شوية أسئلة صبعا عشان بس أولا قول لي سؤالك إيه وبعدين عشان أسألك سؤالي حضرتك هل السلوب الزوجة اللي بتردي تطلق طيب أجاوب على حضرتك بس خليك معي أسألك سؤال هي فرق السن كم سنة أنا فرق السن تمان سنة حضرت وهي موظفة على فكرة ومتعلمة عليها وأنا كنت وأنا مهندس بالمهندس مش محتاجك تقول كل التفاصيل دي يا سيد معمود تخليك زي ما أنت ماشي كده في السؤال أنا محترم حفاظك على الخصوصية فأنا دلوقتي أول حاجة الفرق السنية ثمان سنين أمر الثاني أنت جوزتها لما جوزتها وجوزتها وهي الزوجة الأولى أنت قلت لي أن الزوجة انتقلت الله يرحمها الأولى أه لا كانت مطلقة كانت مطلقة ما كانتش انتقل دلوقتي طيب أنتوا بقالكم جوز بقالكم كم سنة 13 سنة 13 سنة هي كانت كده من 13 سنة هي كانت معي بره جتا معي بره كنت الصفر في عمل بالخارج وكانت بتتراجع وقالت لأنيش عايزة عود لا 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 هي كانت على هذا الحال اللي هي فيه دلوقتي من 13 سنة أه لا كانتش بتتعصب كده ولا كانت بترد بالطريقة دي ولا كانت بتسهيء الأسلوب بطريقة دي وأنا ما عنديش شيء أنا بديها مخصوص يعني أنا أقول لحضرتك يا أستاذ محمود حاجة ولكن أنتو أنا ما بنصحش خالص أن أي حد يجي يقول لأي حد ده على الهوى معما اللي هو ألهوله مهما ألهوله إنه هو ممكن يجاوبه على إن دا ينفع يتطلق منها على الهوى لكن أنا بنصح حضرتكم إن حضرتكم تشرفوني في مركز الإرشاد الزواجي لكن أنا أقول لك حاجة مهمة تاخد بالك منها لغاية ما نتقابل إيه اللي بقوله لحضرتك بقول لحضرتك حاجة مهمة أواوي أنت حضرتك بتقول إن حضرتك وكأنك دلوقتي متفرغ أنا ما بحبش قضية الشخص على المعاشة أو الشخص أنا بشايفه إنه هو متفرغ من العمل الأساسي اللي هو عمله طول مدة لمسافة معينة من حياته فأنت دلوقتي بتقول لي إن حضرتك على المعاشة صح كده يا فندم؟ أستاذ محمود لسه معانا ولا أقفل أستاذ محمود طيب أستاذ محمود أنا عايز أقول لك بس حاجة إن في تغيرات بتحصل في شخصيتنا بعد ما نحس إن احنا تلها على المعاشة التغيرات دي بتبقى وكأننا بنستقبل النهاية وهي ممكن تكون لسه مخرجتش من منتصف العمر من حاجة كده بنسميها أزمة منتصف العمر فهتلاقي هي عصبية ليه؟ هي الستات بيبقى عندها شعور بالزمن أكتر من شعور الرجال فهي عايزة متمسكة بتفاصيل حياتها متمسكة إن هي تبقى إنسانة مهتمية بتفاصيل حياتها مهتمية بجمالها مهتمية بأونثتها وإنت بتقول لها لا إحنا كبرنا يعني لو بتقول لها إحنا كبرنا كتير هي عتقول لك لا أنا مش كبرت أنا لسه عندي وقت وعندي حياة بيبقى عندهم طلبات الطلبات دي بيكون تعبير عن تمسكها بالحياة لو إنك إنت أعطتها حياة متجددة وغيرتوا شوية في تفاصيل حياتكم ممكن في حياة كتيرة تتغير في علاقة اللي بينكم وبين بعض لكن أنا منتظر حضرتك على أموم منتظر حضرتكم إنتو لتنين وإن شاء الله يقدم ربنا كل خير إن شاء الله مين أم مجنة؟ أستاذ أم مجنة أهلا وسلام عليكم أهلا وسلام أم مجنة أزاي حضرتك؟ أزاي حضرتك؟ فضل ونعمة الحمد لله معلسة أنا أول مرة أتكلم على التلفزيون بس استحملني شوية بس أدى شرف وأستحمل حضرتك طبعا تفضلتك شكرا لحضرتك حضرتك أنا متجوزة بقالي خمس سنين طيب يعني خمس سنين دولة أنا تعرضت فيهم لجماعة أنواع الضرب وجماعة أنواع الإهانة ليه ولأهلي وأهلك مالهم كمان في الضرب ده يعني هو أما بيجي مثلا يغلط فيه بيسبينهم أهلي ومسلا ما جاءت طبعا يوحى أن ده أهلي منك أصلا أنت قلت الضرب ومش قلت العنف أنت ما قلتش الشاتم أنت قلت يضرب فخفت أنه هو يكون كمية يضرب أهلك ما هو بالفعل راح أتأثر غضوبة دي أنت هتهجم على أهلي ناس وأنا أهل عسن بابا يا رجل كبير وممت كبيرة يعني دايما يقول لي ما عليش يستحمل على سخاطر بنتك بس آخر مرة دي قالوا لي أنت حرة يعيشت كنت حرة فيها يعني هو أتهجم عليهم بس ما ضربهمش أوه أوه أنا طبعا ده مش مبرر لسوء الأخلاق ده مش مبرر لسوء الأخلاق لكن بس بتأكد إيه اللي حصل عشان كل حاجة بيبقى لها تقدير في الحل وبعدين يا بنتي حضرتك أنا يعني الخمس سنين دول يعني أنا بعمل كل حاجة يعني زي ما ربنا بيقول أنا بعمل حتى في جميع حقوقه وأنا بالدهاله أما لو هو يعني هو راجل مش طبيعي يعني؟ أنا مش عارفة بس أنا يعني دايما لما يحصل بيني وبينه مشكلة يفضل يشتمني يحصل مشكلة يتفص وشي مثلا دايما يغلط فيه وفي أهلي يقول لي يا بنتي كذا وكذا وكذا السؤال يا أستاذة مجنة حضرتك أنا دلوقتي يعني أنا لو اتطلقت دوت حرام علي لأنا كده بخرب مثلا عشقاتر بنتي اللي أنا ببعيدها عن باباها ولا أنا أنا مش عارفة أعمل إيه صح هجاوبك يا مجنة هجاوبك بس يا مجنة اللي حصل بينك وبين زوجي ده واضح إنه هو للأسف هو أنت عندك شخصية قد تكون مستقلة وقد تكون تمسكة بعلاقتها بأهلها فهو حاسس إنه هو ما دخلش حياتك هو حاسس إنه ما حصلش اندماج بينكم ده مش مبرر لكل للعنف أي نوع من أنواع العنف حرام ما بين الزوجين العنف حرام ما بين الزوجين الله سبحانه قال وعشرهن بالمعروف مفيش حاجة يسمع عنف لا شتيمة تجوز ولا ضرب يجوز طبعاً الضرب عندنا كبيرة وجريمة كمان فكل ده لا يجوز لا يجوز شرح لا يجوز إن حد يعمل كده طيب إيه الحل بقى في الحالة اللي احنا فيها دي الحالة اللي احنا فيها دي حالة فيها احتقان شديد جداً جداً ليه كنت بتأكد ده هو ضرب الأهل ولا لا لإنه أو انفعاله على الأهل غير إنه هو ضربهم لإن ضربهم ده بيعمل حاجة مريرة بتفضل موجودة لمدة طويلة فانصحتي نفس الكلام ايه وقت تطلقي هل معنى كده إن أنا بقولك استمدري في قبول الضرب وارفض الضرب بكل أشكاله ارفض العنف بكل أشكاله ارفض الشتيمة مش من حقه ولا الشرح يسمح له بداه وأنا بقولك هو انت مرتكب لكبيرة وانت بتأذي أهلك وبتفتنهم وده الله سبحانه وتعالى لا يجوز لا يجوز إن انت تتسب به وتتسب كمان أهله انت وكأنك انت مش راضي بالمعصية عايز تعظم المعصية ولا عايزه بالله إيه سوء الأخلاق ده يا أخي انت حاسس إن هي انت مش عارف تتفاهم معها هنا بقى يتدخل مسألة الطرف التاني فبقاثوا حكم من أهله وحكم من أهله هنا بقى يجي الطرف الحكيم اللي يتدخل بينكم لكن انت شايف طبعا أن انت كبير وما ينفعش كده وانت قاعد تصغر نفسك في الحقيقة انت وبتتعدى عليها وبتتعدى على أهله انت في الحقيقة بتتحول إلى إنسان قزم أنا آسف يعني الانسان اللي بيتجاوز في حقوق الناس ده بيتقزم انت لو عايز تملع عنيها حاول ببساطة خالص اللي انت تملع قلبها تبقى إنسان حامي وتبقى إنسان راعي السبع صفات اللي احنا بنقولها وانا بحيلت في الحلقات اللي ابتعت الكلام عن أصحاب السعادة تشوف إيه الصفات اللي لازم تبقى في الراجل عشان يملع عين زوجته فأنا بقولك اتق الله فيها مبلاش كده وببساطة سهله عشان ما تقولش ان انت لما تيجي هننحزنها لشيء أنا بقولها بقولها هو ما تتطلقيش وتفضلوا انتو الاتنين شرفونا عشان نقدر نتكلم لكن محدش أبدا يحكم لحد ولا يقوله روحوا تطلق على الهوى نعم السيدة أمو محمد تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الشيخ أنا عندي بنت مريضة المهمة انها اتجوزت رغم ان انا قلت الجزهة ان هي مريضة قال لا انا متكفل بيها المهمة حضرتك اتجوزت وهي دلوقتي مع جزهة بيعملها معاملة وحشة جدا مريضة ايه حضرتك عندها مرض مناعي مرض مناعي ومن كتر الخناقات ودكاتر قالوله كده الحالة النفسية طبعا امراض المناعية بتزداد بتزداد كل الامراض على فكرة اه بتزداد بالحالة النفسية مش معترف بالنقطة دي خالص لدرجة انها وصلت لمخها وعنيها ما بتشوفش ولسا مبارح بس حضرتك مورمة ومديالة الدكتور وما بتتحركش بيعملها معاملة سيئة جدا 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 لا مصروف ولا قرش في ايديها يا دوبك يجيب الاكل وحاسبها على الاكل لو اكل خلص هو ما كلش لا انت كلش الاكل خلو بس برضو يا محمد انا برضو عندي حياة كده لازم افهمها هو الشخص لما كان داخل على الجواز هو عارف ان هي عندها المرض ده ايوه حضرتك وهو كان بيحبها هو ايه اللي جرى عشان يحصل ده لاني للجوازة حضرتك انا مش عايز اقول الجوازة كانت طبعا هي من عائلة كويسة جدا وبعدين كانت اخوتها الاثنين اتجوزوا وكت اعنا وباباهم شايلينهم فافتكر ان انا كت هعمل كده بعد باباهم اتوفى حتى قالها لو كان ابوك يعيش كان شني فوق الراس اه يعني هو كان متصور ان انت هتساعد بالضبط مش هتساعدك انا اللي هقوم بالليلة كلها طيب وفيين سؤالك بقى يا محمد نعم فيين سؤال حضرتك سؤال حضرتك هل حضرتك البنت اللي ما بتصرفش عليها ولا ما اللي مسيبها 24 مش هقدر اقولك تتطلق تتطلق مش هقدر اقولك تتطلق لا انا ما اسماتش حضرتك ما انا بقولك مش هقولك ان هي تتطلق انا لكن هقولك ان في مشكلات غير مشكلة الصرف عليها في مشكلة تانية مشكلة اعمق من مسألة الصرف عليها قد تكون المشكلة ان هو لسبب ما هو حاسس ان هي بتتعالى عليه لسبب ما هو حاسس ان هو وكأنه محطوط في وضعية ما بتخلوش هو البطل بتاع لسبب ما هي بتحسبه على تصورات وتوقعات كانت من توقعها معا هي لان حالتها النفسية بسبب المرض ده هي مش قادرة تتحمل ضغوط المرض عليها فهي في الحقيقة والله يا دكتور ما بتفتح بقانها ما وده مش معنا قادوا يحلوا مشكلهم قالوا علشان انت اعلم منه فهو بتطلع عقده فيك طيب يبقى احنا دلوقتي محتاجين ان احنا ناخد استشارة لا انا قاسف جدا مش قادر اقولك ان هي تطلق وخاصة ان انت الطرف التالت يعني ايه الطرف التالت يعني لا حضرتك لا لا انت بنتك ولا الزوج لو الزوج كنت هسألهم شوية اسئلة تتعلق بمشكلات اخرى هي اللي موصلانا لده وعشان كده بقول لحضرتك واحدة واحدة خلينا ندل الناس على الخير واحنا لسه خمس سنين في الخمس سنين دول احنا بقالهم كم سنة جواز فاحنا لوقتي اللي نتجوزو ده محتاجين ان احنا نتريث ونفكر ولو سمحتهم الحالات اللي زي دي ما يكونش الحل ان احنا ده ما بيصرفش عليها فتطلق هي المسألة مش مسألة احنا محتاجين تموين ولا بنزين عشان العربية تمشي فاذا ما كانش فيه عربية العربية تمشي فانبيع العربية او نحرع العربية الجواز مش كده